في من الناس من يفعل أشياء ويموت بسببها لكن لا يقصد القتل هو لا يقصد قتل نفسه فهل هذا يكون منتحر أم لا مثال يعني شخص مثلا يقود السيارة بسرعة جنونية مخالفة للسرعة القانونية مثلا وهو يعلم بأن هذا سيؤدي إلى القتل هل يعني يحكم عليه بأنه والله منتحر مثلا طبعا هذه مسألة يعني دقيقة جدا ولذلك العلماء بعضهم يقول بأنه لا يسمى منتحرا لأنه ما قصد الانتحار هو أن يقصد الإنسان إزهاق نفسه يقصد وبعض العلماء قالوا إن كان يغلب على ظني بأن هذا الفعل سيؤود إلى موته فيقول هذا قاتل لنفسه يقول هذا قاتل لنفسه مسألة يعني بحثها طويل وأنا لما أوردت هذا المثال تحديدا لأنبه إخواني لا سيما الشباب إخواني وأبنائي لا سيما الشباب أن يتقوا الله عز وجل حوادث السيارات في جهاتنا وبلداننا خطيرة قتل القتل من جراء الحوادث كثر وسببها مثل هذه التصرفات السرعة الزائدة عدم الانتباه وشيء من هذا القبيل كذلك من يتناول بعض الأمور يعني مثل من يشرب الدخان ويموت بسبب هذا الداء هذا الداء هل يعد منتحر يعني هل يقاس على من يعني أكل سما تحسى سما مثلا هذه أيضا مسألة يعني مبحوثة مثل المثال السابق فمن أهل العلم من يقولون هو منتحر لأنه يعلم بأنه هذا يقود إلى سلطان الرئى سلطان المريء سلطان اللسان سلطان مثلا قال يكون منتحر ومنها العم قالوا لا ليس بمنتحر هو وإن كان واقع في معصية لكن ما قصد قتل نفسه وأنا تعمت أثير مثل هذه الأمثلة لماذا حتى يتنبه الإنسان يتنبه الإنسان ويراجع نفسه وخاصة وأن أهل العلم يعني بينهم يعني في بحث في هذه المسائل فيتجنب الإنسان الإقدام على قتل نفسه قصدا أو بغير قصد أيضا أو بغير قصد ما دام أنه مثلا الآن منظمة الصحة العالمية تضع عنوان بأن مثلا شرب الدخان سبب من أسباب السلطان مثلا طيب كيف أقدم على مرض يعني أقدم على شيء أعتقد بأن هذا الشيء سيسبب لي هذا المرض كيف أقدم عليه يعني هل من العقل شخص قيل له هذه المنطقة فيها وباء وفيها فيروس معدي انتبه هل من العقل أن الإنسان يقول لا أنا ما همني أروح غير معقول أبدا ولا يفعله إنسان عاقل كذلك الآن وزرات الصحة منظمات الصحة العالمية العالم كله ينبه هذا خطر هذا يقود إلى كذا فكيف يقدم عليه الإنسان ولذلك الإنسان مطالب بأن يحافظ على نفسه لأن هذا الجسد ملك لله عز وجل لا يجوز الإنسان أن يهمله بهذا الإهمال أو يعرضه للقتل أو للموت أو ليستخدم وسائل تقود إلى الهلاك ترجمة نانسي قنقر